ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أعلنت وزارة الصحة مساء اليوم تسجيل 163 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعتنا الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في المغرب إلى 3209 حالات كما أوضح محمد ليوبي مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة في تصريح صحفي أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال 24 ساعتنا الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفايات إلى 145 حالة إلى حدود الساعة السادسة مساء فيما تم تسجيل 43 حالة شفاء جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات التي تمثلت للشفاء إلى 393 حالة فيما جاء توزيع الجغرافي للحالات على الشكل التالي جهة الدار البيضاء سطاتة 855 جهة مراكوش أسفي 739 جهة فاس مكناس 480 جهة طنجة طواني الحسيمة 426 جهة الرباط سل القنيطر 181 جهة الشرق 157 جهة درعة فلالت 155 جهة بني ملال خنيفرات 62 جهة سوس مساء 47 جهة العيون السقية الحمراء 4 حالات جهة الدخل ودي الدهب حالتين جهة قلميم وادنون حالة واحدة وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذت السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية نشكركم على حسين المتابعة قناة ماروك أخبار يومي ترجمة نانسي قنقر